بسم الله. ازاي نستغل من الفيزيو في النتورك. اه خلينا ندخل كده على النيو واقول له انا عايز النتورك. فيبدأ يجيب لي اهم من الحاجة الموجودة في النتورك. خلينا نختار مثلا بيزيك نتورك دياجرام. تمام? نحس يشرح لي التوصيلات ستبقى عاملة ازاي. تمام? وليكم مثلا كده. فابدأ اختار الشكل اللي انا عايزه. وقال له كريت. تمام? فهو بيقول لي هتبقى التوصيلات بشكل دهوت. طيب. انا هبدأ بقى من جهيز خالص. بابدأ اشوف انا عايز اوصل ايه. وليكم مثلا اصار نت. اهوت. اقدر اتواره زي ما انا عايز. ابدأ اشوف ايه الحاجة اللي هتوصل اه بيه. وليكم مثلا عايز اوصل بلوتر. عايز اوصل فاكس. عايز اوصل سكانر. عايز اوصل كمبيوتر. الحاجة اللي انت عايز توصلها. تبدأ اوصلها. تمام? اه مثلا سوبر كمبيوتر هوات. اسكانر. تمام? وبعد كده هتيجي هنا وتبدأ بقى تقول له وصل اللي دي بديه هنا. وده هوات توصله اللي بدوت. اوات هبدأ اوصل لكزا. تمام? ممكن كل دول اعمل سيليكت عليهم واقول له من هم انا عايز ادي كلها في جروب. نعم بحيس كلهم يبقوا مقدم مع بعض. طيب عايز اديهم بشكل مسلا معين. ممكن ايجي ارسمنا هنا اه مربع. ايجي من هنا اقول له نعايز ارسم مربع. بشكل دوت. طيب المربع ده محتاج شوية شفافية. فهختار مربع. اعمل سيليكت. اوات. ممكن اجي من هنا من الاشكال دي هتبدأ اختار شكل اللي انا عايزه. ممكن اقول له انا عايز اللوم بتاعه. يكون مسلا اي لوم العلوان ديت. ممكن ادخل بقى في المروبشن. اقول له مسلا انا عايز شفافية بتاعت بقى بمجدار لوم معين. ممكن اختار اي حاجة. زي ما اعايز وديها بس شفافية اللي انا عايزها. تمام? ده عسب المثال. تمام? اقدر اضيف مسلا سيرفر او اي حاجة. اهيت. ووصلهم ببعض. طيب انا هنا بجعمل سيليكت بيعلم عن دوت. فهقول له هنا انا عايز ان الشكل دوت. الوردر بتاعه ويرجع الوراء. اه. اه. سين توبك. تمام? حيس اقدر اعمل سيليكت على العنصر ديت. تمام? ده موجود في جروب. ممكن ادوس عليه مرتين اقول له انجروب لو انا عايز. وعمل سيليكت على العنصر دوت. وابدأ اقول له من النوت ده للنوت ديت. تمام? اقدر اتحكم في في كل العنصر اللي انا عايز احطه هنا. طيب لو انا عايز ارسم حاجة تانية اوليكم مسلا نيو. خلينا نختار نتورك مسلا ونختار مسلا الراج دي جرام. برضو فكريته سهلة وبسيطة. وليكم مسلا هبعيندي هنا كابانيت. او اركب سيرفر جواي. عايز اركب راوتر. تمام? هو بيديني الحاجات اللي ساعدني في ان انا اركب الاجهزة بتحتي زي ما عايز ورتبها. وده طبعا بيساعدني ان انا بقى عندي خططات توضح لي كل حاجة اللي انا اعملها ازاي.